قضية تحقيق لدى محكمة تأولية تسكيكدا بيداء مدير الصحة الجوارية السابق لدائرة تسكيكدا ومورد وزوجته الحبس المؤقت مع وضع متهمين أخرين أحدهم الشقيق المدير تحت رقب القضائية وذلك بعد متبعتهم بتهم تتعلق بتبديد المال العام والاستفادة من مزايا غير مبررة في مجال الصفقات العمومية هذه القضية التي تم الاستماع فيها لخمسة عشر شخصا بين متهمين وشهود تتعلق بصفقة لقاحات الأطفال الفاسدة وتوريد أجهزة طبية بطريقة مخالفة للتشريع المعمول بها حيث تم توريد لقاحات أطفال بقيمة مالية تقارب الخمسمائة مليون سنتيم في ظروف غير ملائمة ما جعلها تتعرض للتلف